تعالى دلوقتي نعرف ازاي بيحصل الانكباض العضلي العضلات هي المسؤولة عن حركة الجسم وده بسبب قدرتها على الانكباض والانبساط بيتم انكباض العضل الهيكلية تحت تأثير الاشارات او السيالات العصبية وفي السيولوجية استجابة العضلة للاشارة العصبية بيتمي بالتنصيق وتأذر ما بين الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي والجهاز العضلي فلما ينتقل السيال العصبي الى العضلة الهيكلية حالة العضلات الهيكلية الاراضية قبل استقبال السيالات العصبية بتعرف باسم حالة الراحة فبيكون السطح الخريجي للاشارة الليفة العضلية يحمل شحنات مجامع والسطح الداخلي للاشارة الليفة العضلية بيحمل شحنات سالبة فبينشأ فرق في الجود نتيجة الفرق في تركيز الأيونات ما بين خارج وداخل غشاء الليفة العضلية والحالة دي بتقرب باسم حالة الاستقطاب يعني الاستقطاب هو عبارة عن حالة غشاء الليفة العضلية لما بيكون سطحها خارجي موجبا وستطحها الداخلي سالبا بعد كده بتبدأ تستقبل العضلات العيكلية الإراضية السيال العصبي فبيتم تسمية الحالة دي بحالة الإصارة ويعتبر المؤثر اللي بيسبب انكباض العضل الاهيكلية هو وصول السيالات العصبية من المخ والحبل الشوكي عن طريق الخلايا العصبية الحرقية اللي بتتصل نهايتها العصبية اتصالا محكما بالليفة العضلية فبتكون منطقة اسمها منطقة التشابك العصبي العضلي لما بيوصل السيال العصبي إلى الحويصرات الموجودة بالنهايات العصبية للخلايا العصبية بتدخل أيونات الكالسام إليها فبتعمل على تحرير بعض المواد الكيميائية اللي معروفة باسم النواكل العصبية زي الأسيطاء الكولين فبتنتقل النواكل العصبية في الفراغ الموجود ما بين النهايات العصبية وغشاء الليفة العضلية لحد ما توصل إلى سطح الليفة العضلية الأراضية فبيتلاشى فرق الجود على غشاء الليفة العضلية وبيحصل انعكاس للشحنات يعني السطح الداخلي لغشاء الليفة العضلية بيصبح موجباً والسطح الخارجي بيصبح سالباً وده بسبب زيادة نفذية غشاء الخالية لأيونات السوديوم الموجبة اللي بتتضفق بسرعة داخل غشاء الليفة العضلية وفي الوقت ده بيتم تسمية حالة غشاء الليفة العضلية بحالة اللا استقطاب وده اللي بيؤدي إلى انكباض العضل فيبقى اللا استقطاب هو حالة غشاء الليفة العضلية عندما يكون سطحها الخارجي سالباً وسطحها الداخلي موجباً بعد ما ينتهي تأثير السهيلات العصبية بنرجع لحالة العودة إلى الراحة فرق الجود على غشاء الليفة العضلية بيعود إلى وضعه الطبيعي بعد جزء من الثانية وده بفعل عمل انزيم الكولين أستريس وده انزيم بيكون متوفر في نقاط الاتصال العصبي العضلية واللي بيعمل على تحطيم مادة الاسطايل كولين ويحولها إلى كولين وحمض خليه وبالتالي بيبطل عملها فيزول تأثير المنبه وتبدأ تعود نفذية غشاء الليفة العضلية إلى وضعها الطبيعي في حالة الراحة اللي هي قبل استقبال السيال العصبي يعني العودة إلى حالة الاستقطاب بحيث أنها تقدر تستعب المؤثر الجديد وتكون مهيئة للاستجابة للمحفز مرة تانية بشكل مختصر كده تعالى نشوف إيه اللي بيحصل على الليفة العضلية عند قدوس الانكباض العضلي حالة الراحة بتكون قبل استقبال السيال العصبي فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية موجبا والسطح الداخلي سالبا والحالة دي بتعرف باسم حالة الاستقطاب وبينشأ فرع في الجهد نتيجة الفرع في تركيز الأيونات بين خارج وداخل غشاء الليفة العضلية وحالة العضل نفسها في الوقت ده بتكون منبسطة إنما حالة اللي صارة بتحصل عند وصول السيال العصبي فبيكون السطح الخارجي لغشاء الليفة العضلية سالب والسطح الداخلي موجب والحالة دي بتعرف باسم اللاستقطاب اللي بيحصل فيها إن بيتلاشى فرق الجود نتيجة زيادة أفزيط غشاء الليفة العضلية لعينات السوديوم عند استقباله لجزيئات الأستيال كولين بعد تحريرها من الحوصلات الموجودة في النهايات العصبية للخلايا العصبية بفعل أيونات الكلسام وفي الحالة دي العضلة بتكون منقبضة إنما حالة العودة إلى الراحة بتحصل بعد انتقال السيال العصبي بعد جزء من الثانية فبيكون السطح الخارجي لغشاء الخلية موجب والسطح الداخلي سالب والحالة دي بتعرف بحالة العودة إلى حالة الاستقطاب مرة أخرى واللي بيحصل إن فرق الجود بيعود إلى وضعه الطبيعي بفعل عمل إنزيم الكولين أستريز الذي يعمل على تخطين مادة الستايل كولين ويحولها إلى كولين وحمد خليك وبالتالي بيبتل عملها فيزول تأثير المنبئ وحالة العضلة في الوقت ده بتكون منبسطة مرة تانية تعالوا بعدك نشوف قلية انكباض العضلة في نظرية اسمها نظرية الخيوط المنزلقة للعالم هكسلي والنظرية دي بتعتبر من أشهر النظريات اللي فسرت انكباض العضلات فرضية أو نظرية الخيوط المنزلقة بتعتمد على التركيب المجهري الضقيق لألياف العضلات بحيث أن كل ليفة عضلية بتتكون من مجموعة لوييفات وكل لوييفة عضلية بتتكون من نوعين من الخيوط البروتونية وهي خيوط الأكتين الرفيعة وخيوط الميوسين الغريزة العالم هكسلي استخدم المجهر الإلكتروني في المقارنة ما بين ليفة عضلية في حالة انكباض وليفة عضلية تانية في حالة الراحة فلاحظ أن في حالة الانكباض بتنزلك الخيوط البروتونية المكونة للألياف العضلية فوق بعضها بالتالي بيسبب انكباض أو تقلص حجم العضلة بحيث أنه بتمتد من خيوط الميوسين روابط مستعرضة والروابط المستعرضة هي عبارة عن خيوط بيتم تكونها بمساعدة أيونات الكالسام بتمتد من خيوط الميوسين علشان تتصل بخيوط الكتين الروابط المستعرضة بتشتغل زي خططيف كده بحيث أن هي بتسحب المجموعات المتجورة من خيوط الكتين باتجاه بعضها البعض وده بيحصل بمساعدة الطاقة المتخزنة في جزيات ATP فبينتج عن ذلك انكباض الليفة العضلية فتبدأ خيوط زد تتقارب من بعضها البعض أثناء الانكباض وبكده تنقبض العضلة والتغيرات اللي بتحصل عن أجزاء الليفة العضلية أثناء الانكباض العضلي كالآتي أول حاجة المنطقة المضيئة والرمزها I بيقول لطولها نتيجة تقارب خيوط الكتين من بعضها البعض والمنطقة شبه المضيئة للرمزها H بيقل أو بينعدم طولها وده حسب قوة الانكباض والمنطقة الدكنة والرمزها A بيفضل طولها زي ما هو والقطعة العضلية واللي اسمع الساركومير بيقول لطولها نتيجة تقارب خطوط زد من بعضها وخيوط الميوسين بينشأ منها روابط مستعرضة بتشتغل زي خططيف بتسحب المجموعات المتجورة من خيوط الكتين والخيوط الكتين بتبدأ أن هي تتقارب من بعضها البعض في اتجاه المنطقة شبه المضيئة فتقل للمنطقة المضيئة وخطوط زد بتتقارب من بعضها البعض فيقل طول القطعة العضلية بعد كده في حالة الانبساط يعني عند زوال المنبه بتبتعد الروابط المستعرضة عن خيوط الكتين فتنبسط العضلة وده بيحصل عن طريق استهلاك العضلة لوزء من الطاقة المتخزنة في وزعيات ATP علشان تفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الكتين فبتتبعت خطوط زد عن بعضها وترجع القطع العضلية إلى طولها الأساسي وبالتالي بنستنتج أن عملية اتصال الروابط المستعرضة بخيوط الكتين أثناء الانكباض وعملية انفصالها عن خيوط الكتين عند الانبساط بتحتاج إلى طاقة ولو نعمل مقارنة ما بين الليفة العضلية في حالة الانكباض وفي حالة الانبساط تبكى لنظرية الخيوط المنزلقة هنقول أن الروابط المستعرضة الممتدة من خيوط الموسين بتتصل بخيوط الأكتين وبعد كده بتسحبها باتجاه بعضها البعض فبتنقبض العضلة وبتتقرب خيوط زد من بعضها فيقل طول القطعة العضلية والعملية دي بتحتاج إلى الطاقة المختزنة في جزئيات ATP إنما الليفة العضلية في حالة الانبساط اللي بيحصل أن الروابط المستعرضة في خيوط الموسين بتتعد عن خيوط الأكتين فتنفصل خيوط الأكتين عن خيوط الموسين وتنبسط العضلة وخطوط زد بتبدأ أن هي تتبعد عن بعضها فتعود الكتعة العضلية إلى طولها الأساسي وبرضو العملية دي بتحتاج إلى الطاقة المختزنة في جزئيات ATP ولكن بعد كده كان فيه قصور في نظرية الخيوط المنزلقة بسبب أن النظرية الخيوط المنزلقة فسرت انكباض العضلات الهيكلية اللي هي المخططة ولكنها ما يدرتش تفسر ألية انكباض العضلات الملساء بالرغم من وجود بعض التقارير العلمية بتشير إلى أن الخيوط البروتونية في ألياف العضلات الملساء بتتكون من نوع بيشبه إلى حد كبير الخيوط الأكتينية في العضلات الهيكلية ترجمة نانسي قنقر